صلى الله عليك يا سيدي ويا مولايا يا رسول الله السلام عليك يا مولايا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا هبو بني مضر الحمر على النجب قد جد عرنينكم في صالم من غلبي سلات أمي حدادا من مرامدها قادت به الصعب منكم بل وكل أبي سل الذواب له الضلبيد صادئة أولا يفهب بحمر الفاتحة والقتب هذه هذه بنوا حرب في حرب ابن فاطمة قامت على ساقها فاجثوا على الركبي غابت مضرجة منكم بدو ردجا قامت على ساقها في كربلا وحوا اتكل أنج من شهبي فإن تكن آل إسرائيل قد رفعت كريم يحيى في طشت من الذهب فآل سفيان يوم الطف قد رفعت رأس رأس ابن فاطمة فوق القناية السلبي وعايا سفيان ليحيى في السباة حرمون كزينبين كزينبين ويتاما على القتبين هل سيروا الرأس في المخلات هل قرعوا هل سيروا الرأس في المخلات هل قرعوا قرعوا للثاغر يا للناس للعجب في الأمر بالمعروف يحين ذباح وحسين لكن لكن فوارقت شاس عناب لكن فوارق شاس عناب لثنيين يحين ذباح وحدا ولن ذبعة الآن صreib وعسيا ينوح وانا وهلا الشفان وصغار حتى الطفل ذبعا وظلح سيا محتار يسمى على الشفان صرخات النساو يسمى يا عوانيين الثاكلة لتبجي ولدها ويسمى عوانيين النايح لتنعى عمدها يا ويشوف زيانة بلازمة بشفها شبدها يا تنادي يا ربي شيبت لنصيبة حسينة ولي يحيى انذبح وحدا ولا انذبحت لها انصار وحسيا البخوانة وعلى الشفان وكبار يا ربعد يا شاعر اش عندك في المقارنة بين يحيى والحسين قال يحيى معه بالسوق نسوان وقفاها يحيى معه بالنار نسوان وقفاها نسوان وقفاها يحيى معه بالخيان حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا وآل محمد أي منقلبي ينقلبون والعقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطر مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد يدور بحثنا حول القصص القرآن والحديث يدور حول النبي يحيى أنموذجا للقصة القرآنية قبل الحديث عن نبي الله يحيى نريد أن نتعمق في الأسلوب القصصي للقرآن الكريم ونتعرف على عدة أمور الأمر الأول لماذا استعمل القرآن الكريم القصص القرآني أو لماذا استعمل القرآن أسلوب القصة في إيصال المضامين والمفاهيم السؤال الثاني ما هي أنواع القصة في القرآن حتى نتعرف من خلال هذه الأنواع على الأسلوب الدقيق في استعمال الله تبارك وتعالى لهذه القصة جوابنا على السؤال الأول إن الله تبارك وتعالى حينما كون الإنسان خلق فيه عدة قوى من أعظم القوى عند الإنسان وأكبرها هي قوة التصور والخيال لذلك كل إنسان قادر على أن يتصور أي شيء يسمع لذلك بعض الأحيان تكون هناك أشياء ليس لها وجود أساسا أو لربما لم يراها الإنسان على الإطلاق لكن البشر لديهم القدرة على تصور هذا الشيء وتخيله من من نرى الملائكة؟ نحن لم نرى الملائكة على الإطلاق لكن من خلال الروايات ومن خلال ما وصلنا عن أهل البيت عليه السلام أن الملائكة لها أجنحة أن الملائكة هي أجسام نورانية فيمكن للإنسان من خلال هذا التصور أن يوجد صورة في الخارج إلى هذه الأشياء التي لم نراها بما أن الله تبارك وتعالى يعلم أن أكبر قوة عند الإنسان هي قوة الخيال والتصور فأوجد لها أسلوبا يحاكي هذه القوة عند الإنسان وهي أسلوب القصة القصة تحاكي جميع الأعمار لماذا؟ بطبيعة الحال لأنها تحاكي أكبر قوة عند الإنسان هذه القوة لا يمكن أن تضعف حتى عند الشيخ الكبير إذا قرأت عليه أمرا يمكن أن يتصوره بغض النظر عن قوة الذاكرة هل يتذكر أو لا يتذكر ذلك بحث آخر لكن لديه القدرة على التصور القصة في القرآن باعتبارها أسلوب تصويري أسلوب تخيلي استعمل الله تبارك وتعالى هذا الأسلوب لكي يجعل الإنسان يستثمر هذه القوة ويصل إلى مضامين القصص القرآني وإلى مضامين المطالب العلمية في القرآن أما بالنسبة إلى الجواب الثاني الجواب الثاني بلا إشكال أن القصص في القرآن الكريم متنوع أكو الله تبارك وتعالى يقول بالقرآن الكريم إن في قصصهم لعبرة هذه العبرة يمكن أن ندركها في مجالات عديدة سخلينا من كلمة عبرة كسبب ليش الله سعمل هذا الأسلوب راح نبين الآن لكن خلينا نجيب على السؤال الثاني ما هي أنواع القصة في القرآن الكريم نوع الأول هو عبارة عن القصة الأخلاقية التي تعرض الله تبارك وتعالى إلى مضامين أخلاقية كقول الله تبارك وتعالى في قصة لقمان مع ابنه ناتان ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أو مثلا هذا نوع من الأنواع أكو نوع ثاني نوع اجتماعي قصة اجتماعية يتحدث الله تبارك وتعالى عن المجتمع ككل قبل أن نبين هذا الأمر رحم الله من ذكر القاتل إما من آل معي هي التي تتحدث عن المجتمع وأحوال المجتمع كمثلا حينما يتحدث القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين أو كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقالكم نحن صحيح نقرأ هذه الآية المباركة لكن كانت الآية متضمنة إلى قصة اجتماعية هذا من نوعان أكو قصة في القرآن قصة عقدية مثل من يقول إن الله تبارك وتعالى أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي آله الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه هذه قصة عزير الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه هذه قصة تحكي مطلب عقدي دقيق جدا وهو يتحدث عن الرجعة وفي قسمه الآخر يتحدث عن دقة قدرة الله تبارك وتعالى وغيرها من الآيات التي تتحدث فعلا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دليل آخر أو نوع ثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم أيضا هذه قصة تحكي مطلبا علميا حقديا دقيقا وأكو بعض القضايا في القرآن الكريم تحكي مثلا مطلبا حرفانيا مطلبا سياسيا مطلبا قضائيا فالقص القصص القرآن متنوع المتأمل في القصة القرآنية يجد العبر في جميع مجالات الحياة الله تبارك وتعالى أراد منا أن نصل إلى هذه العبرة لماذا؟ أو كيف أصل إلى العبرة في القصة القرآنية؟ ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم حدة آيات من ضمنها بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مجرد أن أقرأ القصة هذا أمر غير كافي إلا حينما يكون مني تدبر وتفكر وتمعون في الآيات وفي القصص القرآني سمثلا أسأل نفسي ليش الله تبارك وتعالى يذكر لي قصة النبي موسى عليه السلام النبي موسى أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن الكريم ربما ذكرت قصته أو اسمه سبعة وثلاثين مرة أو ستة وثلاثين مرة ترديد بين الرقمين تمام؟ ليش الله تبارك وتعالى يذكر إلي قصص الأنبياء ولما يذكر إلي قصة النبي آدم واشلون النبي آدم أكل من الشجرة واشلون ابنيس أبا عن السجود وليش الله يذكر إلي النبي زكريا رزقه الله بيحيى على كبر سنه واشلون النبي يحيى قتل واشلون كذا لابد أن أصل إلى الحكمة التي من أجلها ذكر الله القصة القرآنية في كتابه العزيز إذن ليس مجرد ذكر القصة هو أمر للتسلية فقط أو أمر لمعرفة تأريخ الأمم والحضارات والديانات ليس فقط هذا إن الله تبارك وتعالى أراد من المجتمع الإسلامي أن يكون أكبر مجتمع يحمل ثقافة لا تضاها تدري ليش؟ لأن ببساطة كل قصة قرآنية هي تحمل تجربة تأريخية الخبرة يعرفها العلماء ما هي؟ الخبرة معناها تراكم تجارب كل تجربة حينما تتراكم معه التجربة الثانية والثالثة والرابعة يطلق على تراكم التجارب بماذا؟ بالخبرة الله تبارك وتعالى جمع لك تجارب الأمم والحضارات وتجارب الأنبياء وقدمها لك في القرآن الكريم كي تكون أنت صاحب الثقافة العظمى وصاحب الأخلاق والحضارة المثلى في الوجود كله كيف يستفيد الإنسان من التأريخ؟ حينما يقرأ التأريخ ويتأمله حينما يقرأ التأريخ ويدقق فيه يحصل على نتائج كثيرة إذن في مرحلتنا الأولى في البحث وصلنا إلى أن الله تبارك وتعالى استعمل أسلوب القصة في القرآن لمحاكاة جميع الأعمار لجميع الفئات الدليل على ذلك لو جئنا الآن بقصة هل يختلف في التركيز الرجل عن المرأة؟ أو الكبير عن الصير؟ لا الكل ينشد نحو القصة لماذا؟ لأن شيء خارج عن إرادتك لأنها تحاكي أكبر قوة عندك أدريه لا؟ لذلك تستحوذ على انتباهك وعلى تركيزك وعلى تفاعلك واحدة من القصص القرآن هي قصة النبي يحيى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلي محمد لكن قبل أن نتحدث عن القصة في القرآن نحن ابتدأنا بآية تمام؟ دعونا أولا نركز في الآية المباركة لأن فيها مطالب دقيقة ثم نأتي إلى قصة النبي يحيى الله تبارك وتعالى قال يا يحيى خذ الكتابة بماذا؟ بقوة وآتلناه الحكمة صبية كم مصطلح عندنا في الآية المباركة خذ هذا أولا ثم الكتاب ثانيا الحكم ما معنى الحكم؟ والصبي شنو معنى الصبي في القرآن الكريم؟ النبي يحيى حينما يقول له الله تبارك وتعالى خذ مو معنى أن الله مد عليه شيئا وعليه أن يأخذه إنما تشير الآية المباركة إلى أن هذه القضية تفيد أن الله تبارك وتعالى وهب ومنح وتلطف على يحيى بهذه الميزة قال له خذ يعني هذا نصيبك من بركات السماء الكتاب ما معنى لما نجي إلى استعمال موارد كلمة الكتاب في القرآن الكريم تارى يقول الله يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب تارى يعبر بالكتاب عن ما بين الدفتين هذا أولا وتارى يعبر عنه عن العلم الخاص وقال الذي عنده علم من الكتاب وكل روايات أهل البيت قالت أن الكتاب هنا الاسم الأعظم آصف بن برخيا كان لديه جزء من الاسم الأعظم كم جزء الاسم الأعظم في روايات أهل البيت يتكون من 72 حرف كم يملك آصف حرف واحد وبهذا الحرف جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني هذا عنده علم الكتاب كله يعني كم حرف عنده 72 إلا عنده حرف قالوا بالدنيا كلها جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين وعنده حرف واحد اللي عنده 72 حرف يسوي فالكتاب هنا خذي الكتاب يعني خذي العلم الخاص بقوة يعني باستحكام بإعجاز هنا دعنا نرجع إلى روايات أهل البيت ماذا أعطى الله تبارك وتعالى نبيه يحل مو دائما أو تبارك وتعالى يعطي الأنبياء معاجز تناسب العاصر أعطى النبي موسى العصى ويده البيضاء لماذا لأن موسى جاء في زمنين كثرة فيه السحر وأعطى النبي غيسى يبرئ الأكمهة والأبرص ويحيي الموت بإذن الله ليش لأن في زمن النبي غيسى اشتهر الناس بالطب في زمن النبي يحيى بماذا اشتهر الناس بكثرة الشرائع بكثرة الملل بكثرة الأديان فأعطاه الله تبارك وتعالى علم الشرائع كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام الآن ربما لن ندرك الإعجاز بما هو إعجاز إلا إذا تعرفنا على قول الله تبارك وتعالى صبية ما المقصود بالصبي الصبي باعتبار أن القرآن مصدر من مصادر التشريع يستعمل الفقهاء لفظة الصبي على نوعين النوع الأول صبي مميز والنوع الآخر صبي غير مميز الصبي غير المميز ما إلا علاقة بهم ما حل بحثنا أصلا لكن الصبي المميز الذي يميز بين الحلال والحرام ولم يبلغ الحلوم ما بلغ سن التكليف حينما نسأل الفقهاء هل عمر هذا يبدأ من كم؟ كم عمر الإنسان الذي يطلق عليه صبي وهو لم يبلغ الحلم قابل يكون 14 سنة 13 11 10 سنوات 9 سنوات 8 سنوات 7 سنوات يعني من السن السابع إلى الرابع عشر يطلق على الإنسان صبي مميز كم كان عمر النبي يحيى حينما آتاه الله الحكم حتى نعرف مقدار المعجزة أنه كان ابن تسع سنين وهو لديه علم الشرائع والأديان لذا كان الناس يأتون من كل حذب وصعوب ليستفتون ويسألون يحيى الذي كان ابن تسع سنين ليعطيهم الحكم وليحل اختلافاتهم الشرعي بلا إشكال أن إنسان بهذا العمر ما ممكن أن يملك هذه الحج إلا أن يكون إعجازا هذا ليعلا فكان وآتيناه الحكم صبي آتاه الله العلم بأحكام الشائع والأديان وهو حدث السن وهو حدث السن نأتي إلى ما يقوله التأريخان الشيعي والسن عن قضية النبي يحيى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نبي الله يحيى يجمع التأريخان على أنه كان آية في الجمال والكمال كان شابا يافعا وكان تقيا كثير البكاء كان يبكي كثيرا لكن يبكي من ماذا من خشية الله تبارك وتعالى وكان شديد التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى لكن يختلف التأريخان في نقطة واحدة وهو السبب الذي قتل النبي يحيى هو الملك الظالم ملك من ملوك بني إسرائيل لكن الطريقة أو السبب الذي قتله كان ذلك الملك كان ملكا لا يمكن أن نطلق عليه ظالم ولا يمكن أن نطلق عليه عادل لكن كانت الشريعة في ذلك الزمان لا تجيز نكاح المحارم الرواية الأولى تقول أنه كانت في قصره ابنة أخيه وكانت ساحرة الجمال فاشتهاها الملك لنفسه فاستفت الملك يحيى عليه السلام فقال له يحيى أن هذا لا يجوز ويغضب الله ويجلب البلاء والعذاب فسمعت هذه البنت كلام يحيى لكنها كانت راغبة في الملك فتزينت وأبرزت مفاتنها ودخلت على عمها الملك فلما رآها جن جنونه فصارت تكترب إليه حتى أطارت لبه فأراد أن يأتي إليها قالت له إن هذا لا يجوز وقد حرم يحيى ذلك قالت لها وما علينا من يحيى أنا الملك قالت إن مهري هو رأس يحيى ائتني برأس يحيى وأنا لك فالرواية تقول أنه أمر جلاوزة وجاءوا إليه وهو قائم يصلي في المحراب هجموا عليه فذبحوه وقطعوا رأسه ووضعوا رأسه في طشت من الذهب وجاءوا به إلى محضر الملك هذه رواية رواية أخرى تقول لا كانت زوجة الملك مغرمة بنبي الله يحيى لشدة جماله وبهائه وجلاله وتقوى وكان الملك يحبه ويستدعيه إلى بلاطه فكانت تراه يوم من الأيام راودته عن نفسه فنهرها نبي الله يحيى ووبخها فغضبت منه فاختارت المرأة يوما كان الملك فيه إذا طلب لا يرد ذاك اليوم الملك يفتح باب السؤال كل من يطلب من عنده يعطيه فكان خارجا من البيت تزينت بزينتها وجاءت تودع الملك حتى بالروايات مذكور وما كانت تفعل ذلك يعني مو من من عادتها تشيع إلى الباب دو قفوية عند الباب فقال لها هل لك حاجة قالت نعم قالت له وإذا طلبتك تعطيني قال لها أنت تعلمين أنني الملك وإذا قلت أعطي قالت له أني أريد دم يحيا تفاجأ فقال لها اطلبي غير ذلك فقالت له لا أطلب إلا دم يحيا وإن لم تفعل فأنت لست الملك فأمر جلاوزة وذهبوا إلي إلى يحيا كان في محرابه يصلي وذبحوه ووضعوا رأسه في طشت من الذهر وجاءوا به إلى قصر الملك وقدم الرأس إلى زوجته على كل الرواية فيها قواس مشتركة على كل الروايتين خسف الله بالملك وزوجته كان زكريا عليه السلام كان موجودا وزكريا عليه السلام لاحقه بنو إسرائيل ليقتلوه لما حل بهم من لعنة بعد قتل يحيا وروايات تذكر كثير حول هذا الجانب لكن لوجود يحيا عند زكريا في هذه في ترك الأوقات كان له سبب يروي الإمام الصادق عليه السلام تحت تفسيره لقول الله تبارك وتعالى كاف كاف ها ياء عن صادق يقول نبي الله زكريا سأل الله تبارك وتعالى فأوحى فأوحى الله إلى جبرائيل يا جبرائيل أن علم هذا الحديث يذكر العلام المجلسي قدس الله روحه في موسوحته البحار ويذكره الشيخ الكليني في وصول الكاف فأخبره عما يجري على الحسين وآل الحسين منذ ذلك الزمان فاعتزل زكريا الناس ثلاثة أيام لا يكلمهم إلا رمزا وكان يدعو الله متضرعا قائلا اللهم إني أسألك بمحمد وفاطمة بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أن ترزقني ولدا وتفنني في حبه ثم تفجعني فيه كما أفجعت محمدا بالحسين فرزقه الله بيحيا على كبر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا وما جعلنا له من قبل كيفية في ولادته في شهادته ومثل ما أشار أخونا مرتضى أبو محمد في الحديث الذي قرأ على أن مدة حمل يحيا كانت ستة أشهر مشابهة إلى المدة التي كانت عند الحسين عليه السلام ستة أشهر وتشابه وتشابه سمو في طشت من الذهب أما الحسين ماذا صنعوا به يحيا لم تهتك حرماته يحيا لم تسبى نساه يحيا لم تذبح أطفاله يحيا لم يقتل غمآنا عطشانا يحيا لم تحرق خيامه يحيا لم تسير نساؤه من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان يحيا لم تطأ الخيل صدره يحيا لم يسلب لم يبقى على التراب عريان ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفر تتصور الحسين صبت رسول الله يقول الشاعر عريان يكسوغ الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسرب الأياء ولصدره تطأ الخيول وطالما بسرير جبعي كان موكل بسرير جبريل كان موكل بسرير بسرير الحسين ثلاثة على برغاء كربلا بلا غسل ولا كفر تطأه الخيل بحوافرها وتعلوه الطبات ببراترها وتصعر الشمس بحرارتها سمعنا اليوم تيجيه دفان دفان يعفر قمور ويبصل اجفال ما شفنا اليوم تيضل عيان وتلعب علي الخي الميدان اردا سمع صوتك ها هي وتلعب علي الخي الميدان ولي يا ولي هي لي مات الفتى المعزوز يا تصير زلزالة ناس للجفن تفزع ناس تجيب شيء ايلي يا ابو السجاد تجيز يدوس الشمر بن العلول ياهم سيبدن عظمى على الشيعة وجميع النهر والله شفنا الميت لي من ما الطبق وفاه ومضى العين في جملة جميع الناس ما غير الشهيد أحسين يدينا ينسب لها وجمال قطاع لديين يعدلون إلى القبل وقطعوا من أحسين الرأس لكن من يسأل عن حال الحسين عليه السلام عازينا بصلوات الله وسلامه عليها لما رجع الإمام السجاد من دفن الحسين سألت عن أخيها يقول شنون دفنت أبوك أحسينها زيني بدقل لي ابني من الظهر للساعد قل لي شنت غايم وين سمعها وزادت أحزانها ودمسالة دموع العلم قال لله الظهر للساعدة دموع العلم انا رحت الوالدي شفتا وثلاثة ايام فارقتا هي عمى ودفنت جدتا ورضي علبسا مفقوم وستا على صدر اريدك تتأمل بهالبيت شوف يوجه حدقك يا الله زينة بسم عده وصاحا انشدك يا علي نشده يا ابن عادة الميت يصير على الترب خده شا تريدك تقول زينة يا ابن شلان يا ابن شلان ادفنت ابوك حسيا يا عمى وراس ما عندك سمع عمتة وهل دمعا يقلها ومختلف وضعا يا عمى بداء الخد حسيا صار على الترب نحرر يقل لا وخبرك بعد يا عمى دفنتم صارخ وشحسيا كلها وكلها الميتة وعساج ان شاء الله تأمني سمع سؤال زينة زينة بسمعته وصاحا يا تعالي الاكبر دفنتهوي تدرب والده يحبه شبابه وفرقته صعبه يقلها ومختلف من صدع قلبه يا عمى بداء يا عمى على الاكبر يا عمى صار يا عمى حسينه وقبره بعد عنها سؤال زينة زيلت وتتحسرت زينة بنادت والدمع يجري شا تقول له يا بنيا على السجاد اتضاق من الهضم صدري انشدك عنه بفاضل اخوي اللي كفى الخدري لكن اسمح السؤال ها اتقل له اسألك شلعت السم من عينه جبت وياك شفينة اشوبك جيت وما جبت وياك اكجوا دوراية الخبر آه ما غسلوه ولا لفوه فيك فجر يوم الطفوف ولا مد على أي ردا اللهم انا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح الوصر او هو اقرب من ذلك انك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنظورين ومن اوصانا بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفاءك اللهم من كان في هذا المجلس صاحب حاجة لا تفرق شملنا هذا الا بقضاء حرائجنا يا ارحم الراحم الله اخواني ان شاء الله الليلة الاتية والتي بعدها سيبدأ البرنامج في تمام الساعة السابعة والنصف تماما دون تأخير ان شاء الله وفقنا الله وإياكم لخدمة اهل البيت اللهم عجل وليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباقه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوانه المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صلى الله محمد رضا الله موسيقى 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 موسيقى